في سياق متصل تبعنا مع حضراتكم زيارة الرئيس السيسي إلى الصين وعقد قمة مع الرئيس شي جنبينغ واللي بيعكس حجم العلاقات القوية بين الدولتين على كافة المستويات ده بالتأكيد هيكون لمؤشرات إيجابية كبيرة الفترة اللي جاية إن كان على مستوى التنصيق والتعاون خصوصا في الملف الاقتصادي والتجاري كمان تبعنا في بداية حلقاتنا النهاردة من صباح الخير يا مصر كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العشرة لمنتدى التعاون العربي الصيني خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين ومباحثاته مع الرئيس شي جنبينغ برحب بضفتنا في الاستوديو الأستاذة نرمين سعيد الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أهلا بك يا فند أهلا بحضراتكم صباح الخير يعني منذ قليل من ساعة أو تقريبا استمعنا إلى كلمة السيد الرئيس أمام الجلسة الافتتاحية للدورة رقم عشرة لمنتدى التعاون العربي الصيني قراءتك لهذه الكلمة وأهم ما جاء بها يعني كلمة السيد الرئيس تضمنت عدد من المحاور أنا أتصور أن أهمها كان التأكيد على ركائز العلاقات المصرية الصينية وركائز العلاقات العربية الصينية اللي هي بتنطلق من أنه الصين في سياساتها الخارجية بتنتمي لمدرسة علاقات عدم الضغط بتهتم أكتر بالشرقات الاقتصادية والشرقات الثقافية دون تدخل في شؤون الدول نفس المدرسة اللي بتنتمي لها مصر من عدم تدخل في شؤون الدول واحترام قواعد القانون الدولي سيد الرئيس كمان أكد على مسألة الموقف الواحد من القضايا الفلسطينية الصين بتتبنى تقريباً الرؤية المصرية في ما يتعلق بحل الدولتين في ما يتعلق بإنهاء الحرب وإدخال المساعدات وكل ما يتعلق بقضاء الحل النهائي من القدس الشرقية وعودة اللاجئين وغيرها كمان تم التأكيد على مسألة الأمن المائي في المنطقة العربية وقد إيه هي مسألة مهمة ودعم الصين لمصر في موقفها من هذا الملف هو دعمه مهم للغاية وكذلك يعني هناك دول عربية أخرى تعاني من أزمات في موضوع المياه كذلك من النقاط المهمة الأخرى التي تم تأكيد عليها في كلمة الرئيس هي الدور العربي في الملفات الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة وكيف يمكن أن يكون هذا الدور أكثر فعالية خصوصاً في المحافل الدولية خاصة يعني أن الدول العربية بتمتلك المؤهلات الاقتصادية والبشرية اللي بتؤهلها أن هي تقوم بدور أكبر على الساحتين الإقليمية والدولية فيما يتعلق بكل الملفات كمان تبعنا الحقيقة أنه في ذكرى إطلاق يعني الذكرى عاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تم خروج ببيان مشترك بين الدولتين ومن ضمن مخرجات هذا البيان أيضاً أنه تتشين عام الشراكة الصينية المصرية أو عام الشراكة المصرية الصينية عايزة فمن حضرتك يعني ماذا يعني تتشين عام الشراكة المصرية الصينية؟ هو زي ما حضرتك أشرت هي الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين عام الشراكة هو بالمناسبة مش حاجة مقصورة يعني على الصين ومصر لكن فيه أعوام أخرى زي مثلاً أتصور كان العام الشراكة المصرية الروسية في مقبل المصر والصين بتشتركوا يعني في قواعد مهمة جداً ليه علاقة بأنه الاثنين حضارات عريقة أقدموا للإنسانية الكثير الحضارة المصرية والحضارة الصينية وفيه يعني ركائز وثواب تتعلق به المستوى الإنساني والمستوى الثقافي عام الشراكة بتضمن الكثير من الفعاليات على المستوى الدبلوماسي على المستوى السياسي كذلك على المستوى الثقافي والإنساني التبادل الإنساني التبادل العلمي والبعثات وغيرها احنا دايما كنا بنسمع ان الصين يعني دايما بتهتم بالجانب الاقتصادي فقط في تعاونها مع الدول لا احنا دلوقتي عندنا معهد كنفاشيس في مصر بيقدم الكثير من الخدمات الثقافية منها تعليم اللغة الصينية وحتى تدريب المعلمين اللي هم اصلا بيتقين اللغة الصينية وطبعا لها علاقة بنشر الثقافة الصينية من تقاليد بيعرفنا على حضراتهم على زيهم كل ما شابه وبالتالي انا اتصور ان العام ده سيكون مثمر من حيث يعني جميع الفعاليات كمان البعد الحضار اللي ان احنا امام حضرتين كبار جدا حضارة مصرية والحضارة الصينية وده بعد مهم جدا في العلاقات المصرية الصينية حرجع لكلمة السيد الرئيس في بداية الكلمة ومفتتح الكلمة السيد الرئيس تحدث عن التكامل ما بين رؤية مصر للتنمية المستدامة 20-30 مع مبادرة الصين الحزام والطريق وهي مبادرة مهمة جدا اقتصاديا على مستوى الاقليم في الصين وعلى مستوى العالم حرجع شايفة ازاي التكامل ما بين الرؤية المصرية ومبادرة الحزام والطريق وده ازاي ممكن يعود بالنفع اقتصاديا لكل البلدين هو زي ما حضرتك اشارت هو هيعود بنفع كبير مصر هي شريك اساسي في مبادرة الحزام والطريق في المنطقة العربية والافريقية يعني كذلك هناك ادراك من الصين لحجم الفائدة التي تعود عليها من شراكات استراتيجية مع مصر مصر في الاتحاد الافريقي هي دولة من الممولين الاساسيين هي دولة كبرى في افريقيا شديدة التأثير منخرطة في كل الملفات وكذلك عضوة في كل التكتلات الاقتصادية داخل القرى الافريقية منها يعني الكوميسة وتكتلات اخرى داخل القرى كذلك على يعني مستوى المنطقة العربية مصر رقم مهم جدا في المعادلة العربية تمتلك تأثير هائل في جميع الملفات بالنظر يعني الى امكانتها البشرية وامكانتها السياسية وخبراتها العريقة وبالتالي نعم اعتقد ان هناك تكامل بين التنمية او خطة مصر التنمية المستدامة 2030 ومبادرة الحزام والطريق سيكون لها اثار كبيرة على التنمية الاقتصادية في مصر جذب المزيد من الاستثمارات الصينية وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية بواجه عام وما يتعلق ايضا بتوطين الصناعات ونقل التكنولوجيا ويعني كل ما يتعلق بافاق التنمية الاقتصادية بين البلدين في نفس السياق ايضا يفندم الحياة انه تم توقيع ايضا البلدين على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشمالة لأعوام الخمس المقبلة 20-24-2028 وزي ما كنا نتكلم انه العلاقات المصرية الصينية شهدت كمان طفرة الحقيقة خلال العشر سنين اللي فاتوا رؤية حضرتك لهذه الاستراتيجية للخمس عوام القادمة في ضوء ما تحقق اصلا في العشر سنين اللي فاتوا يعني هي مسألة الاستراتيجية الشاملة دائما ما بتبنى على ارضية مشتركة ما بين الدولتين زي ما اشرت حضرتك في البداية مصر والصين بينهم ارضيات مشتركة كبيرة جدا في ركائز السياسة الخارجية للدولتين غير القضايا الفلسطينية هناك تقريبا وجهات نظر متشابهة حتى فيما يتعلق مثلا بالحرب الروسية الاوكرانية فيما يتعلق باعلاء مبدأ الحوار والمسألة السياسية في تسوية كل الخلافات داخل المنطقة العربية سواء في ليبيا سواء في سوريا سواء في اليمن الدولتين بيتبنوا نفس وجهة النظر كذلك يعني الصين شريك مهم في مواجهة الارهاب مواجهة التطرف احنا عارفين ان مصر قطعة شوت كبير جدا في هذا الاطار على جانب اخر مصر بتدعم مبدأ الصين الوحدة فيما يتعلق بالتهديدات لجزيرة تايوان ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة للصين وبالتالي انا اتصور ان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين اضافة الى مقطعته سيضاف المزيد على مستوى المنتدى العربي وعلى مستوى العلاقات الثنائية بين مصر والصين على وجهة التحديد في كل محفل دولي بيحضره السيد الرئيس بيحمل معه قضايا الدول العربية وتحديدا طبعا في القلب منها القضايا الفلسطينية وما يحدث في غزة النهار فيه اشارة واضحة جدا في كلمة الرئيس بانه يعني يناشد ويطالب القوى الفاعلة في العالم الاقليمية والدولية بوقف الحرب الاسرائيلية كما سمها السيد الرئيس الغشمة على قطاع غزة وتحدث عن يعني ارتياح وتقدير عربي للموقف الصيني من القضايا الفلسطينية الى اي مدى حضور غزة في هذا المنتدى والدور الصيني اللي ممكن تقدمه في الوصول لحل الدولتين الفترة المقبلة خلينا في البداية بس اشير للدور المصري يعني الدور المصري هو زي محمدتك اشارت اللي واخد القضايا الفلسطينية على عاطقه في كل المحافل الدولية الجهود الدبلوماسية المصري بتعملها مهمة جدا لان احنا دلوقت فيه توقيت في حاجة لحشد دولي لوقف الحرب المستمرة من اكتوبر اللي فات بالتالي الجهود الدبلوماسي على المستوى ده مهم جدا انا اعتقد ان مؤتمر دولي كمان فيه سياق اطلاق عملية سلام في فلسطين هيكون مهم الصين من الدول اللي بتتبنى موقف مطابق للموقف المصري ينحاز الى الفلسطينيين ينحاز الى حق الفلسطينيين فيه تقرير مصرهم وبالمناسبة هي اعترفت بالدولة الفلسطينية تصور في عام 88 وتقرب بحل الدولة الدول مبكرة جدا بالاعتراف بالفلسطينيين بالضبط وبالتالي موقفها مهمة جدا باعتبارها قوى صعدة وقطب يعني صاعد في العالم لان احنا يعني لا نعول على مواقف دول كبرى اخرى تنحاز للحرب الاسرائيلية والعدوان على قطاع غزة وبالتالي مواقف دول زي روسيا زي الصين حتى دول امريكا اللاتينية كل هذه الحشود الدولية ربما يعني تدفع باتجاه ايقاف الحرب في قطاع غزة خصوصا اذا ما وضع بجانبها قرار محكمة العدل الدولية تحرك الجنائية الدولية وانا اتمنى ان يكون هناك تحرك من مجلس الامن باعتبروا يعني المنوط بفضل من النزاعات المسلحة يمكن حضرك خلال حديثك تطرقتي لأهمية مصر بالنسبة للصين والثقل مصر بالنسبة للصين لكن مهمه برضو ان احنا عارف من حضرتك ونعرف السيدة المشاهدين أهمية هذه الشراكة بالنسبة لمصر ثقل الصين مدى ثقل الصين دولة زي الصين بانها واحد من اهم الاقتصاديات ومن اقوى الاقتصاديات في العالم واصبحت قطب من اقطاب العالم الحقيقة اللي ليها دور فاعل وليها رأي فاعل سعرف من حضرتك مدى ثقل هذه العلاقة بين مصر والصين مصر فيه يعني العقد الأخير بتحاول تنويع شراكتها الاقتصادية بكل الطرق يعني العلاقات مع الصين ستفتح لمصر هذه الأفاق بشكل كبير مصر بالمناسبة انضمت لمنظمة بريكس الصين عضوا فيها هناك حديث عن يعني فتح افاق لمصر في العالم من خلال منظمة بريكس كان هناك ايضا حديث عن عملة خاصة بهذه المنظمة من ناحية اخرى الصين زي ما حضرتك اشرت يقود بصاعد فيه جميع الصناعات تقريبا خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات السيارات الكهربائية وغيرها بالتالي عفوا التعاون مع مصر في هذا الإطار سيسمح لمصر بأن تدخل في هذا العالم من خلال يعني توطين التكنولوجيا الصينية يعني تسهيل دخول مدخلات الانتاج وده بيخلي فيه يعني انتاج في مصر يسمح لها بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل كلفة الاستيراد وبالتالي توفير العملة الاجنبية بنشكر حضرتك على هذه القراءة التحليلية الوافية لأستاذ الندمين سعيد البحثة بالمركز المصري للفكر ودراسات استراتيجية نورتين وشرطين شكرا